باعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليلع نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني للسلطانة الشقيقة عبر سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنيته لجلالته بموفور الصحة والسعادة والشعب العماني الشقيق كل التطور والازدهار منوها صاحب السمو الملكي وليلعه في برقيته بمتانة العلاقات الأخوية البحرينية العمانية وما تشهده من نماء وتقدم على مختلف الأسعدة كما بحث صاحب السمو الملكي وليلعه نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو السيد فاد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بهذه المناسبة